غارات إسرائيلية جديدة في هذه اللحظات على أطراف شرقية لمخيم البريج وأيضاً مخيم المغازي وتشارك بهذه الاسترافات الطهيرات المروحية التي تطلق النار أيضاً باتجاه أهداف مجهولة حتى هذه اللحظات في تزامناً مع اشتباكات مسلحة ما بين المقاومين وقوات الاحتلال منذ ساعات الفجر كان هناك نبأ عن تقدم لعدد من الآليات شرق مخيم المغازي والبريج وقد تمكنت المقاومة من التصدي لهذه الآليات بياس صواريخ الموجهة وكذلك بالعبوات الناسفة والاشتباكات المسلحة مع قوة للجيش حاولت الدخول لغرب الخط الفاصل شرق محافظة الوسطى تجرى في هذه اللحظات عملية اشتباك مسلح وعنيب جداً شرق المخيم لأسيما المغازي والبريج في هذه الأوقات أيضاً نستمع لأصوات انفجارات قوية جداً ويناجم أيضاً عن غارات من قبل الطيرات المروحية التي تقصف أهداف وتجمعات لربما لمقاومين في المناطق الحددية للشرق وسط قطاع غزة المقاومة الفلسطينية تصدق للطيران المروحي وفقاً لشهود عيان لأن المقاومة تمكنت من إصابة إحدى الطيرات المروحية بصاروخ أرض جو أو ميارة بصاروخ السام سبعة حسب ما نقلت ونقلت شهود العيان المقاومة يعني تخوض اشتباك عنيف جداً في هذه الأوقات شرق منطقة ما تعرف بأبو مطيبق العسكري وأبو صفية هذه المواقع العسكرية شرق مخيمي البريج والمغازي فيما لا تزال أيضاً عمليات إطلاق نار أيضاً من قبل الأبراج العسكرية والطيرات المروحية مستمرة حتى اللحظة الاحتلال خلال الساعات الماضية والفجر الأول قد ارتكب عدة مجازر أبرز هذه الجرائم التي ارتكبها هو السيداف منزل يعود لعائلة عيد في منطقة الزوايدة والذي أدى لاستشهاد ما يقارب 13 شهيداً فيما لا يزال عدد منهم أسفل ركام المنزل الذي قصفه بدون سابق إنذار في ذات الأمر يعني الاحتلال قام بالسيداف منزل يعود لعائلة نصار وهو منزل قريب جداً من مستشفى الشهداء لقصة بدائرة البلح وقد تطايرت الشضايا حتى وصلت هذه الشضايا لساحة المستشفى التي تشاهدونها هذه الساحة قد تساقطت عليها شضايا بفعل الغارة الإسرائيلية فجر هذا اليوم